بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وبرنامجكم حارس الأهلي النهاردة الحلقة غير لأنه عندي كتير من الأضايا وكتير من الأخبار وكالعادة معانا فارس وقسامة فارس وقسامة النهاردة وموضية كتيرة جدا ومهمة جدا وحاجات أثيرت خلال الفترة الماضية وسؤال وإجابة وخلاف واختلاف لكن في النهاية نصل إلى الصحيح بإذن الله أو نصل إلى الحقيقة من خلال الحوار اللي بيكون هام عشان كده على الهاشتاج حارس النادي الأهلي أو حارس الأهلي ابعتونا كل أسئلتكم ابعتونا كل اللي انتوا عايزينه عشان النهاردة حيبقى الحوار معكم أكتر شوية صحيح بناخد أسئلتكم على السوشيال ميديا لكنه الهاشتاج ده مفاعل عشان حضراتكم وكل شوية حظل أفكركم بيه وافكر نفسي بيه عشان نعرف نتكلم مع بعض عشان نعرف نحكي مع بعض عايز أقول كده كم نقطة في البداية الوسط الرياضي ملبش في حالة لبش كده ودائما بدي نصيحة لأصدقائي المقربين المحبين الأعزاء على قلبي امشي في سكتك واسيبك من أي كلام بيتقال لأنه الكلام لو ليه قيمة لازم نتوقف الرد عليه لكن الكلام لو ماريوش قيمة أوعى توقف قدامه لحظة عشان ما تتعطلش هتعطل نفسك ليه انت ماشي بسم الله ما شاء الله وفي سكتك وفي طريقك كنادي وكميديا وكا 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 ما توقفش بقى أمام تفهات أو أمام البعض ما هو في البعض عايز يجيبك وعايز يستطيع لك واحد مش عارف يكتب ايه وواحد يعمل ايه وواحد يقول ايه وخلي ايه ارميوا لظهرك واشتغل لقدام عشان تعرف تنجح ما أنا ممكن أنا ادي لك ظهر يولف هنا ما فيش برنامج لكن طول ما انت واقف وبتكلم وبتقول وتحكي وتطلع مواضيع وتطلع قصص وتطلع أخبار وتقول حكايات حقيقية يبقى خلاص ما يمكش بقى من اي حاجة تتقال دي كلمة كده على الماشي عشان كانت لقوني عمري ما بهتم بالرد زمان لما كنا صغيرين لما كنا أطفال كان ممكن ده يحصل لما يكون حد يعني آآ عنده حجة وعنده منطق وتفضل تكلم معاه أو أو لكنه فيه أمور دي نصيحة مني للجميع ما تعطلش نفسك وما تعطلش مسيرتك وما تضيعش وقتك النادي الأهلي الحقيقة كل يوم بيدرب مثل الأهلي أعضاؤه بسم الله ما شاء الله دلوقتي بيختربوا يعني قد كده يعني بالأسر باللي باللي ممكن تقول مثلا بيخترب من المليون مثلا وما له حق الترشح نقول مثلا خمسين ألف تلاتين ألف عشرين ألف عشر تلاف لكنه الأهلي لما بقى حطت نظام وحطت أسس فهتلاقي الناس كلها ماشية على النظام لا حد بيكلمهم ولا حد بيقولهم ولا حد بيحكولهم منهم فيهم كيف تبقى مجموعة يعودوا تكلمهم مع بعض يتونسوا ببعض يقولوا رأيه بعض لا ده صح لا ده غلط لكن حد مسؤول يروح يكلم حد يروح لا ما بيحصلش ممكن بتبقى حاجات ودية حاجات بحكم أنه المسؤولية لكنه أنه حد يقول للواحد اعمل وما تعملش ده مش موجود تلاقي حد على خلاف كبير جدا مع قدارة النادي الأهلي وبييجي وبيلعب أو بيمشي في التراك أو بيتمرن أو بيقعد في الجنينة أو يقعد يكلم معارض مش معارض ده حق للجميع حد شقدر يمسك حد ولا حد يقدر لحد يقول كذا وما تقولش كذا ده حقه هو عده في النادي من حقه لكنه لما تبقى ظاهرة عظيمة كبيرة جدا أنه يرحل واحد من رموز النادي الأهلي هو السيد العمري فاروق علي رحمة الله وما في حد بيتكلم على العمري في صغة الغائب حتى الآن يعني كل حد يقول لك السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والله يقول لنا ندخل نادي الأهلي كلنا بنبقى متخلين نحن بعد خطوطين عن قابل العمري فاروق ربنا يرحمه يغفره كلنا رايحين لكن مهم تروحوا معك السيرة الطيبة الجميلة اللي سابها العمري فاروق فياخلوا المكان فانا استهدت تتكلم مين هيترشح هنا معارضة وهنا مش عارف ايه كل واحد من حقه تمام التمام فيترشح واحد من أبناء النادي وله كل الاحترام وواحد من رموز النادي وله ايضا كل الاحترام لكن لما الدنيا بتبان انه الدنيا محتاجة انه يبقى فيها استخرار والحفاظ على النادي الأهلي حضرتك دايما البعض يقول لك ايه هو انتو بتصدعون بمبادئ النادي الأهلي هو يعني ايه مبادئ النادي الأهلي اللي انت بتشوفه ده اللي حضراتك بتشوفه ده انه الناس عايزة انه سيرة العمري فاروق تخلد حتى نهاية هذه الدورة وما بعدها لانه مش عشان الدورة تخلص ان شاء الله ويمين يعيش لكن تفضل السيرة موجودة يفضل رجل ده اسمه نائب رئيس النادي الأهلي فيستجيب الجميع ده ليه بقى لانه دي مبادئ النادي الأهلي لانه دي اخلاقيات النادي الأهلي لانه ده احترام النادي الأهلي ما هو انت حضراتك اصلك كلمة المبادئ دي انا اشعر فامسكها يعني اقول لك مبادئ يعني ايه مبادئ يعني احسكها ازاي يعني بس اقدر اعيشها اقدر اشوفها اقدر احسها فاتحسها من حاجة زي دي لما تبقى فيه قايمة محترمة فالناس تروح تنتخبها لما تبقى فيه ازمة تلاقي الجمهور زي مطش العين كده جمهور انا قلت وبقول ما حدث في مباراة الاهلي والعين من الجماهير الاهلوية او الجماهير المصرية لانه بالتأكيد كان فيه ناس كمان مش اهلوية كانوا موجودين كانوا بشجعه هو الافضل في تاريخ التشجعه في مصر وجيت نظري ورأيي ان الجمهور يفضل بهذا الهتاف وهذا الغناء وهذا التركيز وهذا الحماس من قبل المباراة بساعات حتى نهاية المباراة وما رسم التتويج ما شفتهاش تسعين دي كان زمان الجمهور يهتف قبل المباراة شوية ويتعب يجي في المباراة ينام لا اللي حصل وطبعا الحياة ظاهرة موجودة بقالها فترة مش قليلة لكنه في مباراة الاهلي والعين تكزدت بشكل غير عادي طبعا هتفضل الصورة دي مش بعدد الجمهور عدد الجمهور امتلع عن اخره في العديد والعديد والعشرات من المباراة لكنه بالهتفات وبالسلوك وبما حدث فالامر جميل جدا من فضل الله سبحانه وتعالى هي دي ما بدأنا ديها فيش لفظ خارج ما فيش كلمة خارج النص كله مسندة للفريق لانه الفريق لازم يفوز فيقف ورا الفريق عشان يفوز وما فيش تمجيد ولا تفخيم لحد لا كله النادي الاهلي ما يحدث في النادي الاهلي يوم بعد يوم يؤكد انه النادي ده هيعيش قرون بانتصارات بمبادئ بكؤوس بدروع بنجاحات خلت النادي الاهلي يصل الى العالمية ترجمة نانسي قنقر